ناطق باسم مجلس السيادة العسكر في السيادة يحتكرون المعلومات المتعلقة بالدولة قال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادة محمد الفكي أن قوى الحرية والتغيير أخطأ بقبول مبدأ إبعاد الكوادر السياسية الحزبية من الاختيار لتولي الحقائب الوزارية للفترة الانتقالية وأكد محمد للعربية نت أنه لا يمكن إدارة وزارة ذات مهام سياسية بغير السياسيين وأقر بوجود ضعف في الوثيقة الدستورية في الجانب الخاص بحكومات الولايات التي لم تشكل بعدها قال محمد أن شركاءهم العسكريين في مجلس السيادة بدوا منسجمين بعد الاتفاق الذي تم توقيعه في الشهر الماضي وتخوف من نصف روح الشراكة بينهم في ظل احتكار العسكريين للمعلومات المتعلقة بالدولة وأوضح أن شركاءهم العسكريين حصلوا على الكثير من المعلومات المتعلقة بالدولة بحق وجودهم في الحكومة السابقة والضعف أن هذه المعلومات أصبح مصدر قوة بالنسبة لهم مهدداً بالجوء المدنيين في السيادي إلى نقاط قوتهم حال عدم مشاركتهم المعلومات هذا أعتقد تصريح خطير من أحد مكونات المجلس السيادي أو المكون المدني في المجلس السيادي بأن اعتقدنا أن الأمر شراكة وأن سيكونون كتلة واحدة ولكن الآن يظهر أن هناك كتلتين ويظهر أن هناك مشكلة حتى بين الكتلتين طيب شوفوا أنا ذا أقول بصراحة شديدة جداً في هذا الموضوع وهذا الاحتجاج من أعضاء المجلس السيادة مجلس السيادة دوره ومهمته واضحة ومعددة جداً ومحصورة في كونه دور تشريفي وتمثيل رمزي لسيادة الدولة أما العمل التنفيذي وإدارة الدولة فهي متروكة بالكامل لمجلس الوزراء رئاسة دكتور حمدوق فلا أدري لماذا أي معلومات يتحدث عنها ويريدها أعضاء المجلس السيادي إدارة الدولة بالكامل مسألة تشريفية دور تشريفي ويمثل رمزية الدولة هذا متفق عليه أنت تحتاج لهذه المعلومات في المسائل والشؤون التي تختص بإدارة الدولة والأعمال التنفيذية لكن على كل حال هو أن المجلس العسكري كان يسيطر على زمام الأمور منذ 11 من أبريل وحتى لحظة تشكيل المجلس السيادي كله كان المجلس العسكري هو الذي يسير الدولة بشكل كامل وبهذه الوضعية قبل ذلك هو كان جزء من الحكومة السابقة نعم أكيد هو لا يملك المعلومات فقط بحكم وجوده في الفترة التي أدار فيها هو الدولة ولكن قبل ذلك هو كان جزء من الحكومة السابقة لا يمكن أن نحتكر دور المجلس السيادي في أن يكون فقط تشريفيا ولكن هناك عليهم مهام وعباء ولا بد أن يكونوا يعني عالمين ببواطن الأمور وبمعلومات هناك لا مثلا يعني هل لهم أي دور في اتقاذ قرارات بشأن القضايا الاقتصادية وقضايا معاش الناس أم في التعليم وفتح المدارس وغيره أم في مسألة السيول هذه كلها أعمال تنفيذية لكن على كل حال يعني أعضاء المجلس العسكري هم عسكريون حتى في النظام البائد لم يكنوا يمتلكوا أي معلومات إلا في النطاق العسكري الأمني يعني بحكم وظائفهم لكن لم يكونوا فاعلين في مطابق اتخاذ القرارة يعني ألا يشرك الرئيس كان حتى في النطاق الأمني رئيس الجمهورية ألا يشرك بمعلومات حتى إن كانت أمنية والآن المكون المدني في المجلس السيادة يوازي رئاسة الجمهورية وهم سواء مع البقية لا يوازي رئاسة الجمهورية النظام القايمة الآن هو نظام برلماني نظام برلماني وليس نظام رئاسي والمجلس السيادة دوره محدود جدا ومنحصر في المسائل التشريفية لكن على كل حال أقول أنه إذا كان هناك احتكار للمعلومات وتكتم عليها من قبل المكون العسكري داخل المجلس السيادة أنا أعتقد أنه الآن إذا استمر الحديث أن هناك مكون عسكري ومكون مدني داخل مجلس السيادة ستكون هذه معضلة كبيرة جدا ينبغي أن تذوب هذه المساميات ويصبح جسدا واحدا هو المجلس السيادة ويتم تتجاه جاوز يصبح أعضاء جميعا يمثلون مجلس السيادة